أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بدأ تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بنقل الأصول العلاجية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل السويس وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وخلال الاجتماع اطلع مجلس إدارة الهيئة على إنجازات المجلس الاستشاري الطبي للهيئة خلال فترة عمله وثمن مجلس الإدارة جهود المجلس الاستشاري في إصدار أدلة العمل وضبط الممارسات الإكلينيكية وتحديد معايير اختيار القيادات في المنشآت الصحية وتشكيل اللجان المتخصصة كما وافق المجلس على مد فترة عمل المجلس الاستشاري لفترة ثانية جديدة